تفقد وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليوم سير أعمال مشروع إعادة تأهيل وتأثيث مبنى الحميات ومشروع منظومة الطاقة الشمسية أثناء وإنشاء مبنى النساء والولادة في مستشفى الصداقة التعليمية العامة بالعاصمة عدن وطاف الوفد بمعية مدير المستشفى الدكتورة كفاير جازعي بأقسام المستشفى وذلك للإطلاع على مستوى سير العمل في المشاريع المنفذة فيه وشددت الجازعي على ضرورة سرعة إنجاز المشاريع ليتمكن المستشفى من تقديم خدماته الطبية والعلاجية للمرضى شكرا